أوطار الجتار الوطر الثالث أهلا بكم هنكمل حلقاتنا في قرية النوتا على أوطار الجتار كلها قبل ما نتكلم عن أوطار الجتار في المجموعة بتاعتنا أحب نراجع مع بعض مجموعة الأزمنة بتاعت النوت الموسيقية اللي احنا غالبا هنستعملها أول زمن عندنا النوتة الكاملة النوتة الكاملة دي مش عدة واحدة للأسف هي أربع عدات يعني زمن النوتة الكامل أربع عدات نصها هاف نوت يعني هيبقى زمنها اتنين بس فأنا بعزف النوتة وعدة اتنين واحد اتنين وعزف النوتة اللي بعدها طب نص الهاف ايه هيبقى كورتر اللي هي العدة الوحدة اللي هو احنا غالبا بنقيه عن مترونوم بيقولك المترونوم ده ستين عدة في ديئة ستين عدة من أنهي نوع من النوع رقم ربع النوتة ده اللي هو أربعة ده عشان كده انت حتلاقي دايما التايم سيجنيتشر اللي هو بيبقى موجود في أول المزورة أربعة على أربعة يعني أربعة من ربع النوت أربعة من ربع النوتة الكاملة دي أربعة من الواحدة عدة الواحدة أربعة عدات في المزورة الواحدة أربعة على أربعة ستة على أربعة خمسة على اربعة سبعة على اربعة على حسب لو انت هتعد بالعدة الوحدة اللي هي دي عبارة عن وحدة واحدة يعني اللي احنا قلنا قبل كده الهول نوت هتبقى اربعة عدات اثنين تلاتة اربعة هاف نوت اثنين ودلوقتي العدة بتاعتنا واحد 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 فكل مرة اعزف النوتة دي تعد العدة ديت اللي هي بتترسم عندنا بالرسمة بتاعت الدايرة ديت بس السودة وفيها عصايا في زمن تاني بعد الواحد ده اه بعد اللي هي قاسب بعد اللي هي نوت احنا قلنا هلول نوت اربعة الهاف نوت اثنين الكورتر واحد في واحدة كمان التمن بقى يعني ربع النوتة يتقسمي اثنين التمن يعني بدلا ما اقول واحد انا بحاول اقسمها بصوتي عشان ايه اعرف اقسمها اثنين تبقى واحد واحد اثنين تلاتة اربعة يبقى واحد اثنين تلاتة اربعة خلي بالك كل واحدة واحد فيه نوتين نوتين في العدة الواحدة لو انت بتقرأ كتاب انجليزي الهول نوت الامريكاني ديت هيسموها سامي بريف تاني حقا نوتة اللي هي بتبقى الدايرة فاضية بردو بس فيها عصايا سواء فوق او طاعت. الدايرة دي الفاضية اللي لو عصايا فوق او تحت دي بتبقى هاف نوت بالامريكاني بالانجليزي بيسموها منم. النسبة للكورتر نوت اللي هي بالامريكان اللي هي العدة الواحدة ديت بيسموها pingnanةКروتشت. التمن بتاع النوتة اللي هو اللي بنقسم النوتة الواحدة اللي هي كورتر نوت دي اثنين. دي биسموها المدرج الموسيقي عندنا خمس خطوط. واربع مسافات. المسافات الأربعة دي سهلة قوي حروف كلمة بالإنجليزي face face 5 خطوط ليهم جملة مشهورة every good boy does fine every g b d every good boy does fine سهل جدا تمام أخذنا إحنا قبل كده الوطر الأول والوطر التاني النهاردة هنشوف النوة اللي على الوطر التالت الوطر التالت ده وطر خاص يا جماعة ليه لأن الوطر ده اسمه soul أو g الجي دوت يا جماعة هو تاني خط موجود عندنا في المدرج الموسيقي every good boy does fine good ده تاني حرف أو تاني كلمة حرف الجي تاني حرف تاني خط عندنا من خطوط الخمس خطوط بتوع المدرج الموسيقي ليه الخط ده بالذات مميز عندنا إحنا كعازفين جيتار لأن المفتاح بتاعنا بتاع الموسيقى اللي إحنا بنقرأ عليه النوتة ده اسمه مفتاح soul أو g cliff مفتاح بتاع g soul دوت مرسوم حوالي النقطة موجودة على الخط التاني ومعمول عليها المفتاح بصورة جميلة راجع معنا قبل كده دروس النوتة قلناك إزاي ترسم المفتاح ده حوالي الخط التاني نقطة عليه بالظبط ده معناه إن المدرج الموسيقي متعرف من الخط التاني الخط التاني سميناه soul فكل حاجة بعد كده بيبقى لها ترتيب النوت اللي قبلها اللي بعد كده اللي قبل كده بيبقى لها ترتيب النوت اللي قبل كده فخط التاني ده خط soul الخط soul دوت عندنا النوت اللي هتبقى عليه هو الوطر soul او التالت فاضي الوطر التالت فاضي soul لحد الوطر soul انا هبتدي اعزف بيبقى بصابع الاتنين اللي هو السبابة والوسطى ف التلت اوتار دول بيتعزفوا بالسبعين دول ليه؟ لأن الاوتار البيزي اللي بعد كده هتتعزف بالابهام هينزل من الركوز بتاع ده عشان هيعزف الاوتار ديت السبعين دول هيتحركوا على الوطر فده الوطر soul فاضي مكانه الدايرة او النوتة او اي نوتة موجودة مرسومة على الخط التاني بالضبط soul اللي ايه موجودة على الخط التاني الوطر ده احنا مش هناخد فيه بس النهاردة غير نوتة واحدة بس بالسباع التاني على الخانة التانية او الفريت التانية ودي نوتة اللا فبعد اللا او جي اي ف نعمل كل الاوتار وزي ما احنا اتفقنا ان تراكز بالسبع الابهام على الوطر السادس ده بيسموه بيكادو بيكادو بالاسباني يعني النقر بالاصابع يعني النقر بالاصابع على الاوتار لان فيه طريقة بالريشة وفيه طريقة بالنقر بالاصابع فبيكادو هي ديت اللي هو النقر بالاصابع او finger style باللغة الانجليزية نشوف تمرين على الوطر التالت دوت موجود معانا وبنضم معا كمان الوطرين الاول والتاني اول المزورة ما ببص عليها بلاحظ ان المزورة فيها تلات عدات بس ومكتوب عندي في الميزان تلاتة على ارباع يعني تلاتة من الكورتر نوت يعني التلات عدات في المزورة بس ده بيخليلي الاقاع عامل زي الفالس كده على الميتر نوم لما هتشغل الميتر نوم الميتر نوم هيعمل لها كده عادة الضربة الاولى في اول كل مزورة بتختلف انت دايما بتبقى عارف اول المزورة من الضربة اللي هي بتبقى في الاول انها بتبقى اقوى ضربة ده احساس اللي هو الميزان تلاتة من اربعة واحساس الميزان اربعة من اربعة فشوفنا الفرق بين الاتنين دلوقتي طيب احنا دلوقتي لما هنعزف المقطوعة ديت اول مزورة فيها عبارة عن صول 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 يعني صول احنا خدنا اكتاف صول دلوقتي هدي صول وهدي صول نفس النوتة بس اكتاف اعلى فاللي هيحصل هتبقى صول ساعات بيلعبوا النوتة دا بتبقى بالابهام او ممكن بالسبابة والوسطى تمام تاني مزورة لا صول صول برضو فهو احنا مثبت صول صول ديت حتى المزورة التالتة اللي بعدها بقت صول 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 صوف هتبقى كده وان تو ثري 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 و وبين المزورة الخمسة بين نوتين زي بعض بالزبط سول و سول فده معناه أنا هعزف سول و سول وإيه الخط اللي بينهم منحاني دوت دي بي يا جمعة بيسموه اللي جاتو أو بيسموه ربط اللي جاتو ده عندي منه نوعين لو كانت النوتة في المزورة ديت تساوي النوتة في المزورة اللي بعدها من ناحية القيمة يعني من ناحية الأسف من ناحية النوع نفسه لو هي نفس النوتة سول و سول ده معناه نومة مش نوتين هي نوتة واحدة بس زمن بتاعها ممتد بين مزورتين يعني انا هاعزف الاولانية وضم الزمن التانية لها بس طب هما رسموها ليه اتنين طبعا كان عملها في الاول حطاها مينم وخلاص يعني ايه اللي خلاه يرسمو كروتشت هنا وكروتشت هنا او كورتر نوت هنا كمان ايه اللي خلاه يعمله كده ده علشان التدوين الموسيقي يا جماعة علشان كل مزورة يبقى فيها بالزبط 3 عدات عشان يبقى فيها بالزبط 3 عدات لو انا حطيت Minim أو Half Note في المزورة الأولانية المزورة هتبقى فيها أربعة وده يخالف قانون العد بتاعنا اللي احنا قلنا عليه بتاع الموازير اسم المزورة اللي هي في الأول ده تلاتة على أربعة معناه أن كل الموازير عندنا بتحتوي تلات وحدات من الكورتر نوت تلات وحدات لازم يكون للموازير تتساوى في العدد فده معناه أن عشان أحط Minim هنا ولا أحط Half Note هنا هيبقى الزمن اختل عندي فاللي بيحصل أن هم بيعملوا نوتة في مزورة والنوتة التانية في مزورة ويوصلوهم مع بعض باللي جاتو ده أو بالرابط دوت معناه أنك أنت حتعزف Minim في آخر المزورة الرابعة وبتمتد المينم ديت أنها تدخل معايا في المزورة الخامسة طيب نعزف المزورة الرابعة واحد اثنين ثلاثة أربعة نعزف التمرين اخوانا بتوع الجتار الالكتريك دلوقتي ده كان الوطر التالت اللي على الجتار شوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة